السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين اي يا رب تكونوا بخير في احسن حال احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومفراج مصر يا صباح الورد والفل والياسمين والنشوط والحيوية على عينكم جميعا يا احلى واغلى متابعين جمعة وطيب ومبركة علينا وعليكم يا رب والخير والبركة والسعادة اكسروا من الاستفار والصلاة على رسول الله عليه افضل صلاة والسلام اللهم صلي وسلم ومزد وبرك على سيدنا محمد ثلاثا تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدينة وتحقق بها الامال اللهم امين يا رب العالمين ربنا يبعد عنكم كل مكروه وباكلكم فاقتكم جميعا يا رب يعطي كل ما اشتاء منكم بزرية الصلاحة والخلف الصالح بحق هذا اليوم العظيم اللهم امين يا رب العالمين وان شاء الله كل طلب من الدعاء في مفاجأة في الفيديوهات القادمة انتظروا بقى كده وان شاء الله الفيديو هيعجبكم طبعا شفتوا عنوان الفيديو وطبعا هقول لكم ايه اللي حصل وبرده في الفيديو النهاردة هنقول ايه هو فاضل يوم الجمعة لان طبعا هو فاضل يوم الجمعة من افضل ايام عند ربنا وهقول لكم برضو ايه اللي حصل طبعا كل خميس بروح حزر والدي والدتي هو بروح يوم واحد بس في الاسبوع عشان طبعا اقدر اوافق بين بيتي وبين اهلي طبعا لفاضية كل واحد طبعا يرجع لمسؤولية بيتها ولو فاضية تروح الاهل بكل يوم طبعا براحتك كل يومين انا بروح كل اسبوع عشان زي ما قلت لكم ما ببقاش فاضية فبروح هو كل اسبوع بس طبعا كل انتم خلصة الورية وما فيش اي حاجة ورية خالص طبعا الاولاد دخلوا المطبخ يعني عاملوا اكل وكده وطبعا انت بقى انت رجفتهم في الحوض دول اه حاطهم في الحوض طبعا فتح المية وما كانت مقطوعة اه وعندنا مطور اه بس الايام دي كده بطلعش مية على طول يعني في عطل كل كميم كده اه بنيجي نفتح المية بما بطلعش مية اه طبعا اه طبعا احنا فيها مفتوحة والحنا فيها بقى مالية الحوض وزي ما انتم شايفين كنت غسل المعون قبل ما مشي وما فيش اي حاجة خلص ورية غير بس يوم الطبقين اللي هما استعملوهم وحطوهم في الحوض وبعد كده بفتحوا المية المية ما طلعتش فهنا اه ما طلعش مية اه فسابوا بقى كده لحنا فيها مفتوحة والمية بقى كده مالية الحوض ونزلت بقى كده على المطبخ وغرفة الاولاد زي ما انتم شايفين اهياد طبعا كده دخلوا بقى عليها اهياد وغرقت نص الصلة كمان مية طبعا هي دي بقى يعني هقول لي اتصلوا بقى عليها ورجعت على طول على البيت عشان اشوف ان اللي حصل وهي دي بقى كده مسئوليتنا وهي دي بقى كده ست البيت لازم ان احنا نتحمل كل حاجة مال الجنة تحت اقدمنا لازم اقولوا من مسئولية البيت ورعيتنا لأولادنا واسرتنا وكل حاجة فينا بقى اتصل عليها ورجعت بقى هو زي ما قلت لكم مالحاديش بنقى اقعد مع والدة ووالدتي ورجعت ريمة لعادتها القديمة ورجعت بقى عشان اكمل المية هيت واشيل بقى كده اللي حصل في الشق فالحمد لله يقدر لو ما شاء فعل والحمد لله ربنا يبركنا في أولادنا جميعا يا رب ويخلي كل الامهات اللي هي بترعى بيتها كده وطبعا عندها ضمير في بيتها وأولادها ربنا يخليك والصحة والعافية اللهم امين يا رب العالمين وزي ما قلت لكم هي دية الست اللي احنا طبعا على طول حامل القاسية والمسئولية اللي هي طبعا شغل البيت ما بيخلصش خالص وكنت زي ما قلت لكم راحة يوم واتصلوا علي ورجعت تاني عشان اكمل اهوة شغل البيت بعد ما كنت بقى عاملة كل حاجة ما فيش اي حاجة في المطبخ خالص ومروأ الشقة وكمان غسل الموعين ومرحطها زي ما انتم شايفين كده على الرخامة كمان يعني مسابة كل حاجة نضيفة رجعت بقى لقية المية هي تغرقت المطبخ والدخل على قطوة الاولاد وكمان طلع على نص الصالة فهنعمل اي بقى الحمد لله قدر لو ما شاء فعل جبت بقى كده الاول المساحة ولاميت المية الاول دخلتها على الحمام بعد ما شلت بقى الفرش كده الاول عشان طبعا هام حاجة الفرش هو لغرقان مية وهلما بقى كده المطبخ هوت طبعا احنا بقى كده شغالين هنقول ايه هو فضل يوم الجمعة عشان ما يعديش علينا كده من غير طبعا حاجة مهمة لازم ان احنا ناخد بالنا من يوم الجمعة دوت عشان احنا اللي يازم قلتوك يعني اكثر من الصلاة على رسول عليه افضل الصلاة والسلام احنا اللي محتاجين ان احنا نصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام الرسول مش محتاج صلاتنا لان الله عز وجل صلى على رسول عليه افضل الصلاة والسلام احنا اللي محتاجين الصلاة على رسول الله وفضل الصلاة على رسول الله فطبعا فيه خلق آدم وفيه كبض آدم يعني مات وفيه النفخة وفيه الصعق ده هو يوم عظيم فطبعا لازم ان احنا نكس من الاستغفار طبعا من الصلاة على رسول الله وفضلها كمان احنا الصلاة الوحيدة اللي احنا بنعملها يا زي ما بقولك العشرة بحسنا بعشرة امثالها فان ببقى لما يكون الصواب صواب الصلاة على رسول الله والسلام. فربنا هو اللي بصلى علينا الصالح بعاشرة ام سالها. هو اللي بصلى علينا آآ طبعا يصلى علينا ازاي يعني يسني الملائكة في في سابع سما ان هي آآ يتوالينا برحمته. يعني ربنا يرحمنا اللي بي صلى على الرسول ربنا يرحمه. غير ما كمان ما هو آآ يعني بآ من صلى على صليع غفر له آآ عاشر سيئات. ورجلكة بعشر حسنات. ورفع في الجنة عشر درجات. ده طبعا كده غير البركة وغير الخير وغير كل حاجة اللي بتملى بيته من فضل الاستغفار وفضل استداء على الرسول عليه افضل سرطة والسلام طبعا ده اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا طبعا ويوم الجمعة ببقى فيه ساعة اجابة طبعا كان فيه اربعين قول ان هي فيه ساعة كتير لكن العلماء هم اتفقوا على اتفاقين اتنين بس ان هي اما ساعة الاجابة اهم حاجة تكون ساعة الامام هو واقف على المنبر بيخطف سرطة الجمعة دي هي ساعة الاجابة والرسول عليه الصلاة والسلام قال ان هي اثناء غروب الشمس يعني في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة اللي هي بعد العصر الى المغرب فهم اتفقوا العلماء على كده لهم الامرين دول اما ساعة الامام هو بيخطف او العصر من العصر للمغرب بس الرسول اكد بحديث انها الساعة الاخيرة من يوم الجمعة فده بقى كده تنسب الى ان هي من العصر للمغرب فاكثر من الدعاء ودعوا لأولادكم وكل واحد محتاج حاجة الدعاء طبعا بيبقى عظيم جدا والافضل كمان ان كل واحد يدعي لنفسه منه لربنا على طول ده كده اهم حاجة الدعاء وطبعا دعوة اربعين مستجابة يعني اهم حاجة ان احنا الدعاء ده هو حاجة بيغير الاخدار وبغير كل حاجة في الامور او في حياتنا ربنا يا رب يبركلكم فاردكم جميعا يا رب ويساعدكم ويحتفى كل ما استقمنكم بزرية الصلاحة والخلاف الصلاح اللهم امين يا رب العالمين طبعا هنا طلعت على الصالة شلت بقى كل حاجة اهيت في الصلاحة طبعا شايفيني الجو ضلمة ده كده كان بالليل بعد بقى ما رجعت من عند والدي ووالدتي آآ شلت بقى كده كل حاجة اهيت وزي ما قلتلكم آآ راحة بقى كده يوم ارتاح شوية واتصلوا علي فما فيش مشكلة الحمد لله تجعل قدي كده وشلت بقى كده الكراسة اهيت وينفضتها وكمان لماعت تحتها برضو والفرشة كانت محتوطة طبعا الاستجادة لكت محتوطة لقيتها برضو نصتها كده مية فاشلتها برضو علشان آآ اطلعها فوق وانشفها على السطح طبعا البلكونة كان فيها دوم فطلعت بقى كده الاستجادة لكت مفروشة او المكتة قلتها طلعها فوق طبعا بقى مية ودونة بقى كده ونعطر بقى كده ونخلي الجو بقى كده مننا بقى كده وهنعمل يبقى نعمل بقى كده بتنظيف وبضمير يعني زي ما احنا عارفين مش هنتصلى بقى كده ونعمل اي حي طبعا عملت معكم لوتنات تنظيفات الشتاء ولوتنات عميقة وقلت بقى كده ان شاء الله يبقى كده مستمرين ان شاء الله في التنظيفات برضو مع بعض طبعا لازم على طول التنظيفات زي ما قلت لكم اصيب شتاء لازم ان احنا ننضف البيت ونخلي كده البيت طبعا التنظيف ده بيشيل اي طاقة سلبية تكون موجودة في البيت يعني وفي اي حاجة في زهقانة من اي حاجة قومي وعملي شغل البيت هتلاقي نفسك مرتاحة جدا جدا الحاجات دي بتطلع اي بقى حاجة كده جوانا بتشيلها على طول غير بقى القعدة والتفكير او فانت قعدة مسكي كده سبحة في ايديك وده انك استغفر يا ربنا مية والسلامة على رسول الله والسلامة برضو مية وسبحان الله والحلوك وتقلب الله خلي كده سبحة معاك وكل حاجات دي يعني مفيدة وبتشيل بقولك ببقى فاخر وبركة الاستغفار ورزق وكل حاجة حلوة هي اللي زهقان من اي حاجة دور على الدين ودور على الاسلام والسنن والحاجات دي والقرآن وكل حاجة هو دوت اللي بيخل الواحد مرتاح نفسيا يعني هتلمسحف كده وقري فيه هتلاقي نفسك مرتاح نفسيا هتتعلمه امر دينك وكل طبعا حاجة بتبقى صحة وكل حاجة مفيدة هي دي اللي بتخلي الناس المرتاحة نفسيا لما تتمشي كده في كل حاجة تكون صحة في حياتك طبعا ده كده ببقى كل خير وبركة وراحة نفسيا للانسان نفس هلامع برضو هنا الشاشة هوا طبعا كنتم شغلة هنا السنن اللي هي بتاعت المكة وبالمع برضو هنا اللي بقى هوا كده خلاص بعد ما خلصت الصالة والمطبخ وعملت كل حاجة هدخل بقى هنا خلاص على الحمام علشان نشوف بقى كده ايه الشغل اللي مستهناه في الحمام واللمع بقى كده الحمام ونشوف بقى هنعمل ايه برضو مع بعض المكة طبعا زي ما انتم عارفين دخلتوا الحمام هتقول بقى كده كان اخر حاجة قلت عشانيه بقى اخر حاجة الحمام بالمية بقى كده ونشوف هنعمل ايه طبعا هنا حطيت برسل جل ودوني وهخسل بقى كده المكة هو زي ما قلت لكم خدتوا بقى منه مبدول مش ننفع بقى انا سيبه او انا شفه فقلت بقى اخسله بالمر بشخل اي حد بيدخل عندي القناة وبيدعمني ربنا يبرك فيكم يا رب ويصلح حالكم جميعا واللهم امين يا رب العالمي زي ما قلت لكم ان شاء الله اي حد طلب مني دعاة ان شاء الله الفيديوهات القادمة بازن الله هيبقى في مفاجأة كده لأي واحد طلب مني ان انا ادعيله ربنا يا رب يصلح حالكم جميعا ويصلح لكم امركم ويبقى لكم فقلتكم جميعا يا رب طبعا اي حد بيحتاج معروف بيحتاج حاجة يعني بيعمل خير لحد لازم تدعيله هو كده طبعا اه ما لها ندع عليه اي حد بيحتاج حاجة لازم ان احنا اه يعني اي حد بعمل معروف مع حد او اي سواب لازم ان احنا بيبقى رد الفعل ان احنا ندعيله بدعوة حلوة اه بكلمة حلوة فهو ده طبعا اي حد طلب مني دعاة ان شاء الله وزي ما اتركوا الفيديوات القادمة هيبقى في مفاجآت حلوة انتظروا الفيديوات ان شاء الله دي بقى كده هيت الفرش اللي كنت فرشيها اه واستجاد الكتفة وغرفة الاولاد اهيت برضو زي ما قلتلكوا هنخسل كل حاجة بالمرة منينا بقى كده ودخلنا وحطناهم وهم مبلولين قلت بقى كده اه ادعاكم بقى كده بالفرش خلاص بقى كده حطتهم في البنيو طبعا كده هنا فتح المياه في البنيو وهشطفهم ووقفهم كده في جنب وبعد كده هنشوف هنعمل بالفرشة برضو وشوية المسحول اللي كانوا فاضلين قلت بقى كده ادعاك البلاط بتاع الحمي كده خلاص كانوا بقى كده هنا صفوا بقى ميتهم هاخدهم علشان ننشرهم مع بع طبعا كان الجو طبعا هنا بالليل بعد ما صفوا ميتهم قد نشرتهم اهمت الجو كان بيدلهم زي ما انتوا شايفين طبعا ده روتين ليلي وزي ما تركوا كنت عندي والدي ووالديدي ورجعت بقى عشان اكمل معايك واعمل بقى كده اليوم ده انا كنت سلقى ترمس من الصبح يعني هنعمل مع بعض الترمس كنت سلقى عشان اه هعمله فقلت بقى اعمله معايك وبقى قبل مرة منه لقتين ليلي ومعاد بقى كده يعني عامله من الصبح بدري بلاع يعني سحيت الصبح بدري وبليته هنا طبعا بياخد من بنحطه كده كم غلوة تمسيكه واحدة كده اول ما تعمله بيديك كده وتلال اشرب يعني بتروح يعني بتعمل مع بعض عن الحباية نفسها يعني اول ما بتمسكيها وبتلاقيها بتتشارع عن الحباية يبقى كده خلاص يستور الميا بقى هي تعمل حنفية خالص عادية وبتزبط بقى كده الملح اللي انت عايزيها طبعا ما يكونش حادي اول يكون ملح شوية بنتخلي كده ملح يكون مزبوط وبتحط بقى كده الاول بقلبه عشان قبل ما حط الترمس عشان اعرف قلب الملح يبقى lli العلبة او الحاجة اللي بتحط فيها متزبطي كده الملح الاول بعد كده أحط بقى عليه الترمس طبعا الترمس غيرت له كام مرة الاول تحت الحنفية اني بعد ما سلقته لازم تحت الحنفية بقى كده تغير له كام مرة وبعد كده تحطيه بقى في الملح طبعا هدخله التلاجة وعشت العين لمون كده طبعا زيما تقفى التلاجة كده وناخد بقى منه كل محتاج بقى منه وشوية شوية كده يبقى اه حاجة تسالي يعني طبعا الجو بقى كده الشتاء والقاعدة ومحتاجها تسالي فيبقى اه عندك اي حاجة اه عادية زي دي او تسالي طبعا اولاد بيحبوها والتي بقى كده عاملها وحطها في التلاجة واللي محتاج يبقى ياخد طبعا كل ما سبيه في المية اه بالملح دي يعني بيبقى طعم جميل جدا بقى كده وبتلاقيه طعم حال. ده كان الفيديو معاكم نور ديراب بيكون عجبكم من نظاكم. مع الفمليون سلامة والسلام عليكم.